اذا نموذج الثاني في امتيحان محلي جميعيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك اذا ها هو امتيحان اليمين الجواب دياله اللي صار نبدأ اذا مكون تالي اذا هذه الفراغات بينين سنكتب فيها ومن محاسن فاس ان نهرها يشقها بنصفين وتتشعب جداوله في دورها وحمامتها وشوارعها واسواقها وتطحن بها ارحاءها وقال الفقه الكاتب ابو عبدالله المغيدي لتشوق الى فاس يا فاس حي الله ارضك من ثرى وسقاك من صوب العمام المسبدي من بنى فاس متى كان ذلك استخد من نص معنى ما يريد مطاحنها او مطاحنها ارحاءها السحاب تراب ومن ثقاك من صوب الغمام المسبدي اين بنيت ماذا يحركه ارحاء هنا تجاوب على نص عادي تستخرج منه الافكار اما بسبل من بنى فاس راح تكون هنا عارفينه وما تكن لذلك سا هو ما تقاوش في النص يو اجتهد امنع الفراغ بما يناسب زينب زوجة من تميزة بالحسني وجاعة الشركة الزوجة في الشيط شؤون البداية يلا نوقف الفيديو على بركة الله نرى الجواب اذا ادريس ابن عبدالله ومن بنى فاس كان سنة 172 هجرية مطاحنها ارحاءها من الراحق الراحق لذلك التحنوبها السحاب الغمام تراب التراب والتراب بنيت على ضفاتي نخرين كان يحرق ارحاءها مياهنا زينب النفزاوية زوجة يوسف ابن التشفي تميزة بالحسن والذكاء جعلها تشارك زوجها في السيارة فؤون البلاي كتبت في بعض العبارات معلومة خاطئ اضع عالمة امامها وقم بتصحيح المغرب يطل على بحرين بحرين البحر الابيض ممتوسط و البحر الاحمر بحرين 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 إن وجود الاختلاف في الآراء بين أفراد أمر طبيعي في نظرة اكتباق واشفاء معاني الرأي ولا في قواعد تعبير وحرر نفسي من الأحكام المسبقة إن تقافة الرأي ورأي الآخر احترام أي فكرة تخالف فكرة سهل أستمع بصمت وأتقبل رأي الآخر أقوم في البيت بمهام وأعمال تخصني معتمدا على نفسي وفي نفس الوقت أساعد أفراد أسرتي في القيام بهم أخرى من بين الأعمال مدكورة تارية كل واحدة منها في مكاني المناسب في الجدول أصف هنا الأعمال التي تعملونه أعمال التي أعينه في أساعد فيها أسرتي ورتيب فراشي أنظم ملابس أغسل الأواني أضع علبة قمامة خارج البيت ونظف حجرتي واحدة ركوب ماء لمن يطلبه يالا نجوبه لدناومة موجود الاختلاف الأراء بين الأفراد أمر رابعي إن تقافط رأي ورأي الآخر احترام أي فكرة خالف فكرة وحرر نفسي من الأحكام المسبقة أستمع بصمت وأتقبل رأي الآخر ورتب فراشي أنظم ملابسي أنظف حجرتي أغسل الأواني أندراف فاقامة يا الله مهم صلو على رسول الله صلو على رسول الله